لمزيد من المتابعة وآخر الأخبار من واشنطن العاصمة الأمريكية رامي جابر مراسل القائرة الإخبارية ينضم إلينا الآن أهلا بك رامي إذن جون كيبي يتحدث عن إحراز بعض التقدم ولكنه أيضا يشير إلى وجود فجوات ما زالت قائمة لكن يمكن تداركها أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي اليوم إنعكاسا على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحبا ياسر جون كيبي مسؤولة إصلاة الاستراتيجي في البيت الأبيض تحدث اليوم من خلال مؤتبان صحفي عن اللقاء الذي يجمع أو جمع بالفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد يكون لقاءا غير رسمي ولكن في النهاية هذا اللقاء يتمحور حول مسألة صفقة تبادل الرهائن والسجناء أو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومحاولة من بايدن لممارسة بعض الضغط على نتنياهو وحثه على سرعة الانتهاء من هذا الاتفاق ومحاولة أيضا رأب هذه الفجوات الموجودة منذ فترة طويلة في الحقيقة ما بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هذا المقترح الذي من المفترض أن يتحول إلى اتفاق وبشأن أي مفاوضات أخرى لأي اتفاق آخر سبق كانت دائما هذه الفجوات موجودة هذه المرة تحدثت جون كيربي وقال إن التوصل إلى اتفاق هو أفضل وسيلة لاستعادة المحتجزين في غزة يعني هنا يريد أو البيت الأبيض أن يري بنيمين نتنياهو أن مسألة استعادة المحتجزين من خلال العمل العسكري ليست أو ليس حلا ناجعا بل الحل الأكثر نجاحا هو أن تقوم بالموافقة على هذا الاتفاق وإبرام هذا الاتفاق حتى يخرج جميع المحتجزين أيضا تحدث كذلك ولفت جون كيربي إلى أن الاتفاق في مراحله النهائية وهو لا يعني بذلك أن هناك توقيتا محددا للتوصل إلى الاتفاق أو أن الاتفاق أصبح وشيكا لأن هذه المراحل النهائية قد تطول يعني حتى عندما طلب منه من أحد الصحفيين أو من عدة صحفيين في الحقيقة في مؤتمر الصحفي أن يتحدث عن موعد لاحتمالية إبرام الاتفاق قال ليس هناك موعد محدد لا تزال هناك فجوات يجب العمل عليها اليوم في لقاء نتنياهو وبايدن تم تناول هذه الفجوات لم يصدر عن اللقاء أي بيان حتى الآن لم يكن هناك مؤتمر صحفي اللقاء يعتبر خارج المظلة الرسمية إلى حد ما لأنه ليس بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بل هو بسعي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ربما تلاه لقاء آخر جمع بايدن ونتنياهو مع أسر المحتجزين الأمريكيين في غزة وربما هذه أيضا ورقة ضغط أمريكية أخرى تحاول أن تلعبها الولايات المتحدة يريد بايدن أن يري نتنياهو هذا نتيجة التباطئ والتأخر في إبرام الاتفاق هؤلاء يأتون كل يوم ويخرجون على شاشات التلفاز ويطالبون بعودة المحتجزين فهل سارعت بإبرام هذا الاتفاق؟ أعتقد أن هذه هي الرسالة التي أرادها البيت الأبيض وأرادها بايدن لتوصيلها إلى بن يمين نتنياهو من خلال جمعه بأسر المحتجزين الأمريكيين الذين طالبوا بسرعة إبرام الاتفاق وبإخراج جميع المحتجزين يعني أين كانت جنسياتهم في أقرب وقت الممكن عموما رامي في هذا الإطار باللقاء بايدن ونتنياهو مع أسر المحتجزين لعلي كنت تتابع بعض العنوين الآن عبر وكالات الأنباء ونقلا عن أكسيوس موقع أكسيوس الأمريكي أشار إلى أن نتنياهو ألمح لأنه ربما يقدم اقتراحا هكذا وصفاته أكسيوس اقتراحا معدلا لحماس خلال يومين يعني ربما يعني الأخبار بعد قليل تؤكد أو مزيد من التفاصيل حول هذا العنوان في إطار آخر منذ قليل كنت تتابع وكالات الأنباء أيضا ربما كمال هارس تلتقي الآن أو ستلتقي في غضون وقت قليل مع بن يمين نتنياهو ما الذي يدور حول هذا اللقاء أيضا؟ هذا اللقاء في الحقيقة يعني يشبه كثيرا لقاء نتنياهو وبايدن كما ذكرت نتنياهو هنا في واشنطن بدعوة من الكونغرس الأمريكي وليس بدعوة من البيت الأبيض أي أنه يعني دعنا نقول أنه يمر فقط على البيت الأبيض ليلتقي بايدن ويلتقي كمال هارس وهو الذي سعى مكتبه هو الذي سعى لترتيب هذه اللقاءات ولم يدعى إلى البيت الأبيض ولكن بالتأكيد يعني لا بايدن ولا كمال هارس كانوا سيرفضون لقاءه في النهاية سيلتقون به في لقائه مع كمال هارس ربما يعني ما يقوله المحللون هو أن نتنياهو ينشد أن يعرف ما الذي تفكر فيه كمال هارس كمال هارس هي رئيسة محتملة الآن للولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال مرشحة محتملة للحزب الديمقراطي لذلك هو يريد أن يلتقي بها ليعلم ما الذي تفكر فيه في مسألة الحرب في غزة وهل ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل مثلما كان يقدمه بايدن هل من مزيد تستطيع أن تقدمه هو يريد أن يعني يجلس مع كل أصحاب الشأن هو جلس مع بايدن رغم أنه لم يدعى لأن بايدن في النهاية هو الرئيس الجالس الآن وإن كان سيغادر بعد عدة شهور ولا ينشد إعادة الانتخاب بعد انسحابه هو سيجلس مع كمال هارس لأنه يتوقع وبنسبة كبيرة أنها ربما ستصبح رئيسة للولايات المتحدة لتخلف بايدن ولذلك هو يحاول أيضا أن يتباحث معها بشأن ما إذا كان هذا الدعم سيستمر لإسرائيل أم لا وغدا سوف يذهب إلى فلوريدا في الصباح الباكر ليلتقي دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق حتى يتأكد منه أيضا أنه إذا ما أصبح رئيسا سيستمر هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل يعني هو أراد أن يستفيد بهذه الزيارة من كل الجوانب ويغلق كل الثغرات تاب رامي هذا يدعوني لسؤال في وقع الأمر لأنه يعني معظم الأخبار تقول أنه هذه الزيارة لنتنياهو حققت له نجاحا كبيرا حقق بها عدد من الخطوات إلى الأمام إلى أي درجة توصف هذه الزيارة بالناجحة أو أنه نتنياهو استطاع أن يغير كثيرا من الصورة التي كانت موجودة أو يعني كانت هناك انطباع عنه في خلال الفترة الماضية هل فعلا نجح في ذلك الأمر كانت زيارة إيجابية بشكل كبير بالنسبة له في محيط المجتمع الأمريكي في محيط المجتمع الأمريكي لا لم تكن ناجحة كل هذه المظاهرات بالأمس أكبر تظاهرة رأيناها ربما مندلعت ربما لابد أن نكون دقيقة يا رامي أسف المجتمع السياسي الأمريكي لأنه كان قبلة كنت أقصد الوسط السياسي صحيح حتى في الوسط السياسي ياسر انقسم الوسط السياسي حول نتنياهو وحول زيارة نتنياهو فمثل ما استمعنا بالأمس إلى تصفيق حاد ما بين أعضاء الكونغرس الذين كانوا يحضرون هذه الجلسة بعد كل جملة أو جملتين يقولهم بنيمين نتنياهو لكننا بعد هذه الجلسة أولا خلال الجلسة علمنا أنه تمت حملة مقاطعة كبيرة من جانب الأعضاء خاصة الديمقراطيين في الكونغرس نعم لنتنياهو ولخطاب نتنياهو كما لهارس لم تحضر وتعذرت بأنها لديها لقاءات وتجمعات انتخابية نانسي بيلوتسي أيضا لم تحضر وهي أحد أقطاب الحزب الديمقراطي ربما فقط الأربعة الكبار في الكونغرس هم الذين دعوه من الأصل هم الذين وقعوا خطاب دعوته هناك أعضاء آخرين تصريحات كثيرة صدرت عن أعضاء ديمقراطيين أبرزهم نانسي بيلوتسي بعد الخطاب عندما قالت أنه أسوأ أداء في الكونغرس لزعيم أجنبي نال شرف على حد تعبيرها نال شرف مخاطبة أعضاء الكونغرس أيضا بيرني ساندرز السيناتر بيرني ساندرز العضو مجلس الشيوخ الديمقراطي أيضا والمتعاطف معروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية قال إن نتنياهو ليس مجرم حرب فحسب ولكنه كاذب أيضا وأمور أخرى كثيرة أعضاء ديمقراطيين وكثر اتفقوا على أنه كان الأحرى به أن يجلس في بيته ويعمل على اتفاق وقف إطلاق النار بدلا من أن يأتي هنا أتحقق البقاء مع إذا تكرمت أعتذر المقاطعة الآن مشاهدين الكرام أنتقلوا بحضراتكم إلى البيت الأبيض حيث تستقبل نائبة رئيس الأمريكي كامال هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حتى تأتي صورة إلينا مباشرة المشاهدين الكرام عود مرة أخرى إلى رامي جابري مراسل القائر الإخبارية رامي أعتذر طبعا المقاطعة تفضل أكمل ما كنت تريد أن تكملها شكرا ياسر يعني ما كنت أريد أن أقوله هو أن الزيارة نجحت نصف نجاح في الوسط السياسي الأمريكي معنى الوسط الشعبي ففشلت كل الفشل عندما تكون كل هذه التظاهرات في محيط الكونغرس فهذا يعني أنه لا أحد راض عن وجود نتنياهو في هذا المكان حتى على المستوى السياسي وكما ذكرت سابقا لم يدعى نتنياهو إلى البيت الأبيض هو اليوم لأنه هو الذي يعني ألقى بنفسه على البيت الأبيض هو الذي سعى للقاء بايدن هو الذي سعى للقاء كمال هارس وهم بالتأكيد لن يرفض أن يلتقي به ولكنه لم يدعى بشكل رسمي عن طريق الإدارة الأمريكية وعن طريق البيت الأبيض هو دعية من الكونغرس فهناك انقسام في الحقيقة في الوسط السياسي حول هذه الزيارة التي يراها البعض جاءت رغم أنف الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن ما الحيلة يجب أن يلتقي به هو رئيس وزراء إسرائيل الدولة الحليفة للولايات المتحدة ولا يستطيع أن يتجاهل طلبه باللقاء ولذلك التقى به اليوم ولكن يعني إن لاحظنا ليس هناك مؤتمر صحفي ليس هناك أي بايد أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن العاصمة الأمريكية رامي جابر مراسل القرارة الخبارية شكرا رامي